اشتركوا في القناة البنك الدولي بالبلاد وذلك من اجل التعرف على الصعوبات التي تعيق سير التنمية بتلك المشاريع وخاصة في وزارة الزراعة والسروة الحيوانية والسكن والتمدن والتعليم وغير ذلك تمويل حقق اهداف تنموية ووصف بالجيد هذا ما اكده كوادر الوزارات المختلفة الا ان هناك نقصان يستدل به بعض من المشاركين في هذه الجلسة تتركز على عدم تقوية ورفع كفاءات مختلفة لعمال المؤسسات العامة مما يؤدي ذلك الى عدم اكتمال النسبة المؤوية المطلوبة ممثل البنك الدولي فرانسوانا نكوبوغو قال ان البنك الدولي قام بدعم العديد من المشاريع وجاء هذا الاجتماع للتعرف عنها من خلال دراسة تمت من قبل المعنيين بها وذلك بعرض هذا الجدول الذي يوضح ما تم انجازه من جانبه وزير الاقتصاد والتقديد التنموي عيسى دوبرانج حيث اشار في كلمته الرسمية لهذا الاجتماع التقييمي قال ان البلاد بحاجة ماسة لمسر دعم هذه المشاريع مطالبا كل الاطراف بتكسيف الجهود من اجل اكتمال ما تبقى من المشاريع كما قام كل من موسر البنك الدولي والوزراء المرافقين له ومعيتهم بزيارة الى معرض المنتجات المحلية التي هي سمار دعم هذه المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي بالبلاد وذلك منذ ميلاد الخطط الوطنية للتنمية حتى عام 2021 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة